السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد عن تليفون تم الإعلان عنه قريب ولكن لم يتم الإعلان عنه رسمي في مصر ومش عارف إذا كان حينزل مصر ولا لأ وهو واوي P40 Pro يمكن في الوقت الحالي بيتم الإعلان رسمي عن الميت سيرتي برو فأنا قلت ليه ما أكونش مختلف شوية وأعمل فيديو عن النسخة الأحدث P40 Pro علشان نشوف إيه الجديد ونجاوب على حاجتين مهمتين أول حاجة هل أقدر إن أنا أمشي بالتليفون دوت بدون خدمات جوجل ولا لأ النقطة التانية إيه حكاية تصوير الأمر بالتليفونات بتاعت واوي الجديدة خلونا نبدأ الفيديو ونتكلم شوية بالترتيب وحجوابكو على السؤالين دول أولا لما تمسك التليفون تحس إن التليفون مسكته خفيفة شوية التليفون حجمه مش كبير على فكرة والتصميم بتاعه كويس ومريح إن أنت تستخدمه في الإيد حجمه صغير وفي نفس الوقت هو مضاد للماء والأتربة IP68 بقى لي كتير قوي ما استخدمتش أجهزة واوي ولكن اللي أنا لحظته أول ما مسكت الجهاز ده إن الوجهة اختلفت تماما أولا الوجهة أصبحت أخف كتير هي Emotion UI 10.1 المبنية على أندرويد 10 بدون خدمات جوجل والأداء بتاعها أصبح أكثر ثلاثة واللي كمان لفت انتباهي شكل الآيكونز بتاعت الوجهة أصبح شكلها حلوة قوي وكمان لفت انتباهي الحركة اللذيذة اللي طبعا متاخدة من أبل شوية اللي هو بيتم تحميل البرنامج فتحس إن الآيكون بتاعت البرنامج بيتم تحميل مية فيها الحاد ما يكتمل التحميل ويتم تثبيت البرنامج على التليفون نقطة كمان اتطورت كتير جدا فواوي ألا وهي البطارية بالرغم دايما إن أحيانا ما بتبقاش البطاريات فواوي أكبر حاجة يعني البطارية اللي موجودة هنا 4300 ميلي أمبير في تليفونات تانية 5000 و 6000 ميلي أمبير إلا إن الأداء بتاع البطارية بيكون بالنسبة لك مرض جدا وخصوصا إن هواوي برضو تفوقت فيه الشحن السريع التليفون هنا معاه شاحن سريع 40 واط ومش بس الشحن السلكي هو اللي سريع كمان بيدعم الشحن اللي سلكي 27 واط وفيه إمكانية كمان إن انت تقدر إنك تشحن شحن عكسي أجهزة أخرى عن طريق التليفون ده برضو بسرعة 27 واط ولكن الأجهزة اللي انت حتشحنها الأخرى لازم تكون واوي ولازم تكون بتدعم الشحن السريع اللي سلكي 27 واط يعني تقدر إن انت تشحن P40 أو P40 Pro أو P40 Pro Plus عن طريق واحد من الأجهزة التلاتة لأن كلهم بيقبلوا الشحن السريع 27 واط وبيقبلوا الشحن العكسي 27 واط لما أنا جيت أجرب إن أنا أشحن الـ S20 Ultra الغريم اللادود بتاع واوي فللأسف ما شحنش بسرعة حتى ما شحنش 15 واط اللي بيقولوا عليها إنها بتشحن أجهزة تانية أعتقد إن هو شحن شحن عادي جداً لسلكي 10 واط حاولت إن أنا أشحن الساعة بتاعتي برضو ودي اللي نفع إنها تتشحن بشكل كويس ولكن الشحن اللي سلكي للتليفون كان بطيء جداً للأجهزة الأخرى النقطة اللي بعد كده واللي خدت بالي منها وهي ملفتة للنظر قوي وجود الكاميرتين ومجموعة من المستشعرات في الشاشة من فوق ناحية الشمال الحقيقة الأمر ده حيحسسك بعناق شوية وإنت بتتفرج على أي محتوى على الشاشة دي لأن الأمر مش مجرد كاميرا محفورة جوا الشاشة لأ دول كاميرتين بالإضافة المجموعة من المستشعرات خلوا الجزء المحفور في الشاشة كبير جداً وواضح للعين لما بتيجي تتفرج على أي محتوى على الشاشة أولاً الشاشة Full HD Plus وفيه إمكانية من جوا أن أنت كمان تعملها الـ HD Plus وده أمر ممكن يبقى بالنسبة للناس غريب شوية وخصوصاً أن كل المنافسين عندهم شاشات Quad HD Plus صحيح الأمر ده بالنسبة للناس ممكن ما يكونش فارق قوي اللي يهموا أداء البطارية لأن أكيد الشاشة Quad HD Plus بتسحب طاقة أكتر ولكن أن هو يبقى Full HD Plus وكمان تنزل لـ HD Plus علشان توفر أكتر فده يمكن أمر متفردة به واوي في التليفون ده الشاشة كمان معدل التحديث بتاعها اللي افتراضي 60 هرتز وتقدر أن انت تخليه 90 هرتز ودي برضو لا تتوافق ولا تتناسب مع تليفونات تانية فلاكشيب وصلت لحد 120 هرتز وده يمكن الترند اللي شغال دلوقتي أن معدل التحديث في الشاشات يبقى إما 90 هرتز أو 120 هرتز على حسب كل الشركة ما حبة أنها تضيفه في التليفون بتاعها النقطة اللي بتميز واوي بشدة ودي الحقيقة بيتم صرف مبالغ كبيرة جداً عليها ألا وهي الكاميرات والتعاون ما بين واوي وما بين لايكا الحقيقة التعاون ده نتاج سنين طويلة وأصمر عن نتائج مزهلة بنشوفها في الكاميرات بتاعة واوي ولكن بين قصين خلينا شرح لكم القصة بتاعة تصوير الأمر أولاً الزكاء الاصطناعي موجود فيه السوفت وير بتاع واوي على الكاميرات وده الحقيقة بيتطور بشكل كويس جداً وبيؤدي أن بتطلع نتائج من الكاميرات كويسة جداً لما بتيجي تصور باستخدام الزكاء الاصطناعي ويمكن شرح الأمر ده حورهولكم في فيديو صغير كده صورته للشاشة وأنا بحاول أخذ صورة للأمر مع تفعيل الزكاء الاصطناعي وعدم تفعيل الزكاء الاصطناعي فخلونا نشوفه ونرجع نكمل كلامنا بصو دي حتبقى تجربة علشان نصور الأمر الأول أنا أقافل الزكاء الاصطناعي وبعد كده حابدأ أعمل زوم حاد ما نوصل لآخر الزوم 50X تمام طبعاً في الزوم أنا بصور بإيدي من غير ترايبود فحاول أثبت إيدي بأقصى ما أستطيع وبعد كده حاخد الصورة تمام وبعد كده نروح نشوفها ده شكل الصورة بدون زكاء الاصطناعي تعالوا نكرر التجربة بعد تفعيل الزكاء الاصطناعي وبمجرد ما حنقرب للأمر وفين اهو هيبدأ الزكاء الاصطناعي يعرف ان ده صورة الأمر فيحول على حاول بس نسبت وبعد ما ناخد الصورة بصوا التعديل اللي تم فبتبقى بالشكل ده هذه الصورة بدون زكاء الاصطناعي وهذه الصورة بالزكاء الاصطناعي زي ما شفنا الفرق كان واضح ما بين ان انت تصور بدون تفعيل الزكاء الاصطناعي وبعد كده لما تفعل الزكاء الاصطناعي وترجع تصور نفس الصورة التليفون بيعمل معالجة للصورة اللي انت صورتها وبيضيف عليها شوية تحسينات علشان تطلع النتيجة بتاعتها زي ما انتوا شايفين قدامكم كده فدي نقطة ممكن يكون ليها شقين الشق الاول الناس اللي مش محترفة زي حالاتي كده وتحب انها تطلع من جيبها التليفون وتاخد بيه صورة وما بتعرفش انها تعدل على الصور ببرامج تعديل الصور فالنتيجة هكون بالنسبة لهم مزهلة ان انت تطلع من جيبك التليفون وتصور صورة او تعمل زوم ان لحد 50 اكس علشان تصور الامر بالشكل ده فتطلع النتيجة بالنسبة لك مرضية جدا اعتقد ده امر ايجابي جدا ولكن على الناحية التانية فيه ناس بتقول ان ده مش التصوير الطبيعي بتاع الكاميرات وان له لاستخدام الزكاء الاصطناعي ما كانتش الصورة طلعت بالشكل اللي احنا شايفينه ده يعني هو رأيين وكل الرأيين يحترموا ولكن انا عن نفسي بفضل انه يتم تطوير الزكاء الاصطناعي علشان لما اقدر ان انا اخد صورة اخدها بجودة كويسة بدون الحاجة للتعديل عليها وخصوصا لو انا مش محترف في تعديل الصور بعد تصورها خلصنا الكلام عنه الجوانب الايجابية تعالوا نتكلم على مجموعة من الجوانب السلبية اللي انا لاحظتها بعد استخدامي لفترة الليلة للتليفون ده النقطة الاولانية هي عدم وجود خدمات جوجل الحقيقة الامر ده مؤثر لناس كتير جدا لان جوجل اصبحت حياة اولا هي مش مجرد خدمات بسيطة ولكنها خدمات جزرية انا كل الاسماء بتاعت الناس مسجلها على الخدمة السحبية بتاعت جوجل الخرايط بتاعت جوجل صعب ان الواحد ان هو يقدر يستغنى عنها واذا قدرت انك تستغنى عنها فمش هتقدر تستغنى عن البرامج اللي مدعومة بخرايط جوجل على سبيل المثال برنامج زي كريم او اوبر او غيره من البرامج اللي محتاجة انها يكون فيه خدمات جوجل وخريطة جوجل على التليفون علشان تشتغل بشكل كويس كمانا عامل تزامن ما بين الصور بتاعتي كلها على جوجل فوتو عامل تزامن ما بين ملفات بتاعتي على جوجل درايف حياة كاملة جدا صعب ان انا اقتنع ان انا استخدم تليفون مفهوش كل الحاجات دي النقطة التانية ويمكن انا اتكلمت عنها وهي الشاشة انها فول اتش دي بلس مش كواد اتش دي بلس بالرغم ان انا واحد من الناس بفضل انها تكون فول اتش دي بلس ولكن لما نيجي نحط ارقام فبنفس السعر اقدر ان انا اشتري جهاز تاني او ارخص كمان والشاشة بتاعته كواد اتش دي بلس فليه ما يكونش ده متضاف في تليفون فلاكشيب بالسعر ده اخر ملحوظة ليه على التليفون السماعة الخارجية هي سماعة واحدة موجودة تحت ناحية اليمين المفترض ان تليفونات الفلاكشيب اصبحت بتستخدم سماعة المكالمات علشان تديك صوت ستيريو فتبقى السماعة اللي تحت مع سماعة المكالمات تقدر ان انت تاخد منهم جودة استماع افضل ولكن نظرا لان واوي بتشيل السماعة بتاعت المكالمات وبتخلي مكانها الاهتزاز بتاع الجزء العلوي من الشاشة اللي بينقل صوت المكالمة لودنك هو ده اكيد اللي مأثر ان التقنية دي ماينفعش انها تشتغل سماعة خارجية فتقدر ان انت تسمع بيها صوت مجسم او قوي شوي السماعة الحقيقة الصوت بتاعها كويس قوي وعالي وواضح ولكن انك في فلاكشيب تفتقد وجود سماعتين فدي ملحوظة يجب الانتباه لها اخيرا سعر التليفون كام تقريبا هو سعره 1000 دولار هو موجود برضو في مصر عن طريق صفحة اس موبايل او احمد سعد صديقي واللي حسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف اسفل الفيديو وماليش اي علاقة والله بالاسعار اللي هو بيبيع بيها هو حر يبيع بالاسعار اللي هو عايزها ولكن انا بقول للناس اللي عايزة انها تشتري اي تليفون التليفون ده موجود في مصر عند فلاني الفلاني لو لقيتوه عند غيره بسعر اقل طبعا انتو اولى ان انتو تشتروه باي سعر مناسب ولكن هو حاليا موجود فقط على صفحة اس موبايل طبعا مش محتاج ان انا اقول ان التليفون ده ما وصلنيش من واوي انا اللي جبته علشان اعمل عنه فيديو سريع كده اتعرف فيه على المزايا اللي موجودة في التليفون وفي نفس الوقت اندردش مع محبي اجهزة واوي من المتابعين بتوعي اشكركم واشوفكم في فيديوهات تانية في امان الله